طلاب بركات. في الفيديو هذا راح نشرح شلون نسوي مودفكيشن حق التمبلت عشان يكون مناسب لعملنا. في البداية آآ راح نسوي نحن نزيل أشياء اللي ما نحتاجها. يعني بالمثال اني عندي هوم باند اللي هو منطقة هذي تور و كونتاكت و مور مثل يعني مثل مور ما نحتاجها. سيرج بوتن ما نحتاجها. هاو يعني شو راح اقدر اشيل هذي هذي هل. اروح للابتكت و مطق رايت كليك انسبكت. بالانسبكت راح يطلع لي البتن. حلو. اسم البتن. الكلاس الاي كلاس هيد سمول ديوي تريي رايت. اوكي. احسوي كوبي حق الاسم هذا. اروح للسورتس كود. اسوي بيست. هذا هو الملف. شونا عرف. ان هذا شو ما تأكد ان هذا هو. لو تلاحظ تقرون اللاين كامل. الاخير راح تلقون في. اف اي اف اير سيرج. لو نلاحظ هني. اذا. هذا هو الملف اه. المطلوب. او اللاين المطلوب نحذفها. فالحين لو انلاحظ. احني عندنا ثلاث نقاط تحت ال ال ا وهني نقاط تحت ال ال ا. لو حذفناهم من احني. اهن. اروح. او حذف نختار right click here inspect نحضر راح أطلع لي مكانة ايضا drop down copy that base it here هذا اوه لو نلاحظ سنتأكد كلمة more مبطل في بين more في بين المقام مبطل من اعلم نضغل على الاي نحذف كل هذا نحذف كل هذا لذا اردت كلهم فقط هكذا و أضع مكان اردت الآن هذه الصور ليست محتاجم ابي اشيلهم لان انا team واحد فاروح عالصورة عن name حلو لو تلاحظون احط الكود هني احاول احدد اكبر منطقة عشان ازيلهم مع بعض لو تلاحظون الحين تحددوا كلهم بالازرق الحين تحدد لمنطقة هذي والحين تحدد الكلام فقط اطلع فوق حين تحدد صفحة في الكامل انا فقط ابي ازيل هذي ثلاثة في حالة هذي اضغط ضغطة واحدة راح اطلع لي الكلاس حقهم اللي هو w3raw w3binding 32 copy it and paste it you will find them هذا هو الملف الخاص فيهم لكن انا شون اثبت هذا الشي لو تلاحظون في عندي هني name و name و name لو تلاحظون هني في عندي name 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 اذا هذي لحقهم و فيهم ثلاثة الصور كاهم فاذا انا اذا شلت هذا راح اشيل لهم كلهم هذا مين بدايته هذه هي بدايته وين نهايته هذه هي نهايته عشان نزيله مثل ما قلت لكم shift and delete refresh في حال صار عندكم خطأ تراجعون من خلال command z او control z في windows عشان تراجعون هذا اهو نزالت الصور الحين انا ابيشي tour dates remember to book your tickets و ابيشي الابيض او راح اشيل remember to book your tickets والابيض هاذا ثلاثة اسطر اروح ا remember your to book your ticket inspect right click and inspect هذه هي we can if you see there is هني بارغراف حلو هني في كونتينر بس احنا ما بمزيلهم كلهم بمزيل فقط البارغراف هاذا فهو بارغراف الكلاسمالة W3 opacity W3 center go to here and basted هاذا هو remember to book your ticket نتأكد انه نفس النص هاذا هو نفس النص اروح واحدثة الحالة هاذي راح اروح الاطول نزال اذا باحذف الابيض هاذا حاول احددهم ثلاثتهم اذا ما قدرت احدف واحدة واحدة شوفو تتحدث ثلاثتهم عني تلاحظون ها شوي تحدث ثلاثتهم نازم اكون داغل جدا واضغط ضغط واحدة فقط هاذا هو حقهم ثلاثتهم i will copy it pasted هاذا ههم لو تلاحظون سبتمبر اكتوبر نوفمبر هاذا هو سبتمبر اكتوبر نوفمبر وني في كلمة sold out sold out وثري sold out وثري sold out وثري حين لو احذفهم راح نعذفون كلهم لكن انتبهوا انه حذف مكان بداية الكلاس لو حذفنا هي راح يبقى في منطقة بيضة اما لو حذفنا هي راح نعذف المستطيل كل هذا فرح نحذفه من خلال اه انه نحدد ال ui ul ونشوف نهاية هون عند ال ul ونحذفهم shift select then we can delete save it save it save it now احذف رفريش هاذ وهم راحوا ونزيل ال contacts راح نخليهم حلو راح نشيل الماب انشاء نشيل الماب نفس ما قلت لكم نحددها الماب هاذي ندور عال ال class فيها اذا فيها class اذا ما فيها class ندور عالعلامات مميزة لو تلاحظون position position مميزة نحاول نطلعها كلها ليما نطلع ال class في class add google ماب هذا comment مالعيقينة لكن فيها تحت اي دي google ماب اذا ما في class ناخذ ال اي دي نروح نبحث عن google ماب هذا هو add google ماب فاذا لو نقرأ الكود الحين راح نلاحظ ان كلها في google ماب شوفوا هني في google ماب يعني الخرائط هذي هذي فيها google ماب يعني خرائط google ماب اذا كلهم ما نحتاجهم وين مبلش وين انتهي مبلش عند ال div الاولى نهايتها بسطر هذا حلو نحذفها نزيل عندنا هني google ماب ايضا الخرائط هذي نحذفها script هذي هني javascript code javascript اه وكل متماn قاعlaughing او تلاحظوا معايا hood يحتوي على كلمة google ip فاذا هو خاص�서 في promo اه 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 او في مثل ما قلت لكم الخرائط فلو شلنا الحين راح تروح الخرائط الحين سوي check اختفوا الخرائط تماما من الكود انزين الحين نبي مثلا نغير موضوع snapchat instagram مثلا بنترست في لينكدن مثلا I don't have twitter و facebook I'll go to facebook حلو اضغط على اي نهاية حكاهي احذفها مثلا ما عندي twitter نفس الشي ما عندي pinterest نفس الشي نسوي refresh اه اختفوا تماما نبي نغير النص مثلا powered by w3s لو تلاحظون p class medium powered by موجزة كلمة powered by اه اتش اار اي اف هو حط وراها اي عشان يخلي كلام w3s كرابط فنعم مثلا نخلي انا اسمي احنخلي مثلا c bits to its c c حلو في الحالة هذي اه راح يسوي update powered by ونضغط عليه سوينا الرابط بطلها بال new window حلو ودانا الويب سايت الخاص بال c bits مثلا حين بنعدل information ابيعدل الكلام في الهذا اذا بعد مثلا خنقول هالكلام مضبوط خنعدل هنو tour dates اباغيرها سويها اه weekly progress اطيق inspect tour لو تلاحظون انها تحدد كلها ونلاحظ كلمة tour dates كاي نقدر ناخذ الكلمة هالي نفسها copy ونروح في البرنامج ونسويها paste لو تلاحظون كاي الكلمة tour dates دامنها في الابيض يعني هالنص يظهر للناس ونغيرها الى weekly progress حلو. اه عندنا مثلا هني نيويورك بارس اي شاي تقول شونا week 1 week 2 week 3 ا ام مني عندنا مثلا ام ايمجز how I'll set images هاشو رفريش ونشو نحو weekly progress اذا بنسوي ست حق اليمجز متخنا نترض ابعدل صورة الاولى الي ه هذي راح اروح لإنسباكت وعطيع الصورة تلاحظون image src يلي هو source اسم الصورة انا راح اختار صورة من الديكستوب عندي نفترض الصورة هالي 567.jpg بمعنى نفس ملف موجود الملف في الديكستوب وصورة في الديكستوب إذن نفس الملف إذن راح نكتب هني 567.jpg اللي هو extension الصورة نسوي refresh الصورة كاهي اطلعتها معانا نفس الشي بالنسبة للأخير شي نقدر نحط الصور نفس الشي ام غير فقط لازم نبحث عن سافة image source والن مكانها الصحيح لو تلاحظون هذا كامل حق هذا فقط منطقة هذي محددة في هذا هو الدياي في معها فيها الصورة وفيها الاسم وفيها الديت وفيها العنوان وفيها نقدر نغير هذا الى اكشن آخر مثلا learn learn more نحن نسوي refresh learn more نحن نغير الصورة هذي هي الطريقة كالكل طبعا نغير هذه نغير الصور اي شي أتمنى انكم استفدتوا وشكرا للمتابعتكم كما معاكم أخوكم يوسف الصالح تطاق يا